الاتجار بالبشر في العراق أبرز عنوين مآسي العراقيين منذ عام 2003 وحتى اليوم فنساء وأطفال هذا البلد يتعرضون للاستغلال ويباعون ويشترون وكأن البلد يعيش زمانا من أزمنة الاستعباد والرق الصحيقة هذا الواقع المرير عززه ووثقه ما كشفت عنه مؤخرا مفوضية حقوق الإنسان في العراق والتي أكدت وجود عمليات بيع للبشر في محافظة البصرة تفوق عمليات بيع الأعضاء البشرية فقد سجلت خلال ثلاثة أشهر فقط في المحافظة سبعة عشر حالة اتجار بالبشر كذلك كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عن نحو خمس عشرة شبكة للاتجار بالبشر تعمل في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات المرصد أوضح أنه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي والأولى من العام الجاري تم ضبط شبكات تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والأسواق فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات متواصلة وبشكل يومي ولم تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات وجودهم في الشوارع ووفقا لتقرير المرصد فأن الفتيات دون السن القانونية يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة تلك في عموم محافظات العراق وعلى الرغم من أقرار قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 إلا أن هذه الظاهرة أخذت بالاتساع أكثر فأكثر لأسباب كثيرة أبرزها الانفلات الأمني والفساد المستشري في البلاد والإفلات من العقاب ووجود سماسرة يمتهنون هذه التجارة بغطاء حزبي وأسباب أخرى اقتصادية ضاغطة وبحسب مراقبين لم يكن تشريع هذا القانون من قبل البرلمان كافيا لا سيما أنه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم كبير له كما لم يوفر القانون أرضية مناسبة تكافح أسباب الجريمة اقتصاديا بل اكتفى بوضع تعريفات وعقوبات ليست كافية